بص حضرتك الرئيس عبدالفتاح السيسين له حاجتين عملهم لم يحدث منذ قبل اللي هو اللي عملوا في إنقاذ مصر من الإرهابي اللي كان حصل أيامها وتغيير هوية الدولة والقضاء على وحدة الأرض والحاجة التانية إنقاذ مصر من فيروسه عشر مليون مواطن مصري دلوقتي كان زمانهم في عداد الأموات وماتهم بعد ما كانوا يخضوا مليارات الجنيات من ميزانية الدولة ثمن الأدوية اللي كانوا يخضوهم وشوف حضرتك إحصائية دي أنا يعني ياريت العداد عن حضرتك يقوم بها عدد عمليات زرع الكبد في مصر السنة دي كان ومن عشر السنين كانت كان وعمليات زرع الكبد فتتكلف حالياً 3 مليون جنيه شوف حضرتك كم ألف حالة واضربها في الرقب دا شوف حضرتك كم من المبالغ اللي توفرت من ميزانية الدولة بقراف بقرار من رجل أو بفكرة بفكرة ومن رجل مخلص وإنه يروح يتفاوض مع شركات الأدوية بعسم الدواء اللي 8 ألف دولار يتبع بجنيه في مصر يعني الدواء بتاع علاج فيروس ايه من الشركة المنتجة 8 ألف دولار جابوا المصر بجنيه والدال للمواطن ببلاش